بدأني شفتوني واقف تدى يبقى أكيد الحلقة فيها موضوعات كتير ومهمة وعندنا النهاردة انترو مهم جدا وكمان الجزء الأخير من الحلقة هنتكلم بناء على أني وعدتكم بمزيد من التطوير هيبقى عندنا كلام عن العضلات وفقرة طبية مهمة جدا تهم كل لعب الكرة ونجوم كرة القدم وكمان تهم اللي مهتم بالرياضة وتنشيط نفسه واللي عنده مشاكل في العضلات والذي منه خليني الأول بس بحب كده كلمتين في الأول يعني عايز أقول لك الفترة اللي فاتت انت بتحس انك كأنك عامل زي القلاب السنوية العامة اللي اجتهدوا جدا وبعد كده جابوا مجموع كبير دخلوا بيه الكليا اللي هم عايزينها من كليات القمة أو أي حاجة هو عايزها ولكن بدأ انت الناس تشعر باجتهاد هذا الطالب عندما ظهر وبات متفوقا من خلال المجموع بتاعه وتفوقه في الجامعة الفترة اللي فاتت ما كناك بننام الليل عشان نقدر نجيب معلومة وعلى مدار والله بنا مبلغة النهاردة احنا شهرين أو ثلاثة أشهر خلينا اتكلم بلغة السوق السوق كله شغال بالانفرادات والمعلومات بتاعتنا لان فيه حاجات واغد بصبة يعني فيه حاجة ممكن يكون شاركك فيها حد ولكن فيه حاجات انت فيها نمرة واحد عشان كده قول الوقت انت كبرنامج انت بتكتهد وبتتعب بتجد معاناة فيه ناس ما بتصدقش ان فيه اخلاص وفيه وفاء دي قزمة المجتمع ولذلك ناصح امين دايما لكل اللي بيقول لي الناس ما بتصدقش انك انت ما بتصعاش ورا الفلوس الناس ما بتصدقش انك انت بتحب الموضوع الناس ما بتصدقش انك انت بتكتهد الناس ما بتصدقش ان فيه وفاء لمكان العمل اللي انت فيه اقول ارد واقول عامل الناس باخلاقك ولا تجبرهم على أن تعاملهم بأخلاقهم حتى النهاردة كنت بتكلم مع صديق يعني متردد شيئا ما في مكان مرموغ جدا في أحد الشركات الكبرى صديق من أصدقاء عمري يعني هم تنين أو تلاتة اللي أنا معاهم يعني فبيقول لي والمكان ده يعني وشه حلو علي وصاحب جميل علي وفضل علي ولكن جاي لي أماكن تانية بفلوس أكتر وجاي لي حاجات البريستيج بتاعها أكبر في مجاله بروديكشن وحاجات زي كده وقروض بره وقروض جوه وقلت له دايماً وانت بتاخد القرار لازم تحط في ميزان قرارك من أنعم الله به عليك بنعمة أنت فيها ومن كان سبباً في هذه النعمة لأن دايماً وأبداً لازم تأمل في حسابك ده ما تحسبهاش كلها فلوس زي ما تحسبهاش مع ربنا إن كل دعائك إنه يديك فلوس لما يديك نعم كثيرة لازم تداوم عليها بشكر الإله فإن المعاصي تزيل النقم يعني لو عندك نعم المعاصي بتزيل هذه النعم الحسنات بتزيل هذه النقم والمعاصي بتجيب لك النقم فدايماً وأبداً إدي فضل أي حد ربنا جعله سبب خصوصاً من تعثرت قدمك فوجدته في وقت العثرة أو وقت الأزمة وده على فكرة اللي أنا بنصح في الناس كل ما بتابع ناس خصوصاً تلاميذي ولا أخوات الصغيرين التسرع والحديث عن الفلوس وتجيب واحد مثلاً لسه عالب في مجاله اتكلمه طبعاً تديني كام ومش عارق إيه ونظام تلبس طوائي إن واحد يشتغل في ربقميت ما كان طبعاً تعمل إمتى لإسمك حاجة الفلوس مش كل حاجة ممكن تمسك فلوس لكن ما تعملش إسم ولكن لما تعمل إسم إسمك واحده عايجي الفلوس وتقعد تتشرق يميناً ويساراً وتعبنا واكتهدنا وتسعين في المية والله من انفرادتنا على مدار الشهرين اللي فاتوا حديث مصر والناد بتتكلم بعدين بشهور